هل تغامر ميليشيا الحوثي بالتهديد المباشر للملاحة الدولية عبر فتح معارك جديدة في مياه البحر الأحمر التحالف العربي يفيد بإمكانية حدوث ذلك فقواته ضبطت كما يقول متحدث التحالف ترك المالك قاربا مفخخا في تلك المياه القارب المفخخ بحسب تصريحات للمالك نقلتها وكالة لنظول كان يستهدف سفينة تجارية مارة بالبحر الأحمر وأورد المالك واقعة مشابهة حدثت لسبوع الماضي متهما الحوثي بالاستمرار في تعطيل الحركة التجارية في الموانئ وهو ما يمثل تهديدا للملاحة الدولية لم يصدر أي نفي من قبل ميليشيا الحوثي على اتهام الرياضي لها بتهديد السفن التجارية لكنها أعلنت عن استهداف قاعدة جوية في خميسة السعودية بطائرة مسيرة وهو الإعلان الحوثي الذي لم تؤكده الرياض التي قادت السبت الماضي عملية عسكرية جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء ردا على استهداف الحوثي بعض أماكنها الحيوية ما الذي يمكن فعله لإيقاف تهديد ميليشيا الحوثي على السعودية والحركة التجارية في المياه الإقليمية والدولية يجيب المالك بأن حماية الملاحة هو مسؤولية المجتمع الدولي بالدرجة الأولى وهو ما يؤكد أن السعودية تكتفي بمطالبة الدول الكبرى بوضع حد للخطر المهدد لمصالحها في اليمن ويتزامن تحذير الرياض من تهديد الملاحة الدولية مع أزمة مشتعلة بين طهران وواشنطن الأمر الذي قد يفتح وفق مراقبين مسارا جديدا للصراع المندلع في مضيق هرمونج اشتركوا في القناة